السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميزة موجودة في الويندوز مجرد أن تدخل على الكنترول بانل وهي هتجي هنا وبعد كده هتختار كابشن هذا عبارة عن إيه؟ أول ما تفعله أول ما تشغل أي فيديو هو أوتوماتيك يبدأ يكتب لك الترجمة فوقه تمام؟ طبعا لك أن تختار أنه يترجم لك على لغة عربي فرنساوي كما أنت عايز تمام؟ هنا ممكن تقول له أنا أريد الشاشة فوق أريد تحت هنا ممكن تقول له أنا أريد أن أضيف لغة تانية الخاصية دي موجودة في ويندوز 11 تمام؟ موجودة تقدر تضيف لغة مثلا زي العربي أي لغة تانية زي ما أنت عايز طيب بعد كده تعمل إيه؟ بعد كده ديت أول ما تتشغل أي فيديو هو أوتوماتيك يلقط الكلام المكتوب ويبدأ أنه يكتب لك الترجمة لها أو يكتب لك التاكست الموجود يعني أول ما تشغل أي فيديو بشكل دوت هو أوتوماتيك كده أنه يكتب لك التاكست هو بشكل دوت فهو ميزة جميلة جدا فهو ميزة جميلة جدا فهو ميزة جميلة جدا فهو الوصف انت بشترد على السابتات التي تتكست لا، أوتوماتيك هو هتشتغل وطبعا على اليوتيوب على أي موقع ثاني على مثلا فيديو عندك على جهاز فميزة جميلة جدا وكما رأينا أنت تقدر تحكم في الخصاص بتاعتها من control panel ممكن تخلي يعني يكتب اللغة التي أريدها تقدر أنت في أي لحظة start control L بحيث أن انت تقدر أن تشوف live caption يبدأ أن هو يكتب لك التاكست الذي يتحول الصوت وكذلك يدر أنه يترجم لأي لغة انت عايزة